وهي رسالة محبة واعتزاز إلى أهلنا الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة لأنه الأسف الشديد أنا شفت بعض الأقلام التي لا تحسب على أبناء شعبنا في دولة الكويت الشقيقة المرجفة إذا أريد أن نسميها أو شوفوا شوفوا مع طريق التنمية ووقعوا هذه التوقيع مع طريق التنمية إذا شوفوا اللقطات روح إلى مباشرة للزميل المخرج وإيا قطر وإيا الإمارات وإيا تركيا إذا العراق راح يسوي ميناء الفاو الكبير على حساب ميناء مبارك الكبير وين حكومتنا هذا الشكل شفنا قرأيناها بمنصات التواصل الاجتماعي هذول مرجفين أنا حطم على صفحة لأنه الدول لا تقيس علاقاتها الدولية على المرجفين أنت عندك بكل حتى عندنا بالعراق وش سوى يعني جيرا رئيس أوردوغان مهتمين به هذا ولا أعوفهم على صفحة أنت أخذ الحقيقة يا أهلنا وشقائنا في دولة الكويت الشقيقة والعزيزة إن بناء ميناء الفاو الكبير هو استحقاق عراقي لا يمكن أن يتخلى عنه أصغر طفل عراقي من 200 سنة يبقى يسعى إلى أن يكون منفذ البحري على الخليج العربي منفذ متكامل هل يستهدف العراق أهلنا في دولة الكويت ومشروع ميناء مبارك كبير له والله أنا حتشيها بعيد عن دولة ليطلعون خبراء ومختصين قاعنا وقاعهم أخذونا واخذناهم مثل واحد النواب نوابنا كل ما يفلسون وين يروحون أعيدها أنا قلتها بال2012 وكررها كل سنة يعني صار 12 سنة حتشيها كل ما يفلس السياسة العراقي للأسف الشديد وبعضهم من أهلنا بالبصرة نواب البصرة وين يروح يروح يهاجم لكويت لكويت باقتنا لكويت أخذتنا لكويت أكلتنا لا عم لكويت لا أكلتك ولا أخذتك ولا رايدة منك شي يفلس أبو بغداد لا أبو الموصل لا أبو كركوك وين يروح كردستان أكلتنا لك راد أكلونا أخذه أنا أعمل لا يمك ولا تريد كردستان البارحة الرئيس أردوغان عبر عن يعني عن عن اعتزازه وعن فخرة بهذا التطور يدي يصير لأنه هو من دي يشوف أربيل متطورة أكيد قاسة بغداد فدي يقول لك شوف الله عم من الناس جاي يبنون جاي يطورون مظم ويمك فلا تبقى ترجف الحقيقة أنه الآن يجب على الأشقاء في دولة الكويت أن يرسلون وفد رسمي كبير المستوى اقتصادي وتجاري لبحث التعاون الحقيقي بين العراق وبين دولة الكويت فيما يخص مشروع التنمية طريق التنمية فيما يخص ميناء الفاول كبير وضرورة أن يتم إنجازه والتكامل الاقتصادي مع ميناء مبارك الكبير هذه الحقيقة الآن دولة تجهت إلى التكامل الاقتصادي مو إلى التقاطع الاقتصادي يعني حملها طبعا لأنه أنا ما أعرف يعني دور الأخ العزيز سفير دولة الكويت في العراق لكن يفترض يكتب الدولته لوزارة الخارج يقوله عمي هذا يفترض نحن نكون موجودين إحنا دورنا أن نعزل العلاقات والعراق الآن نرسل وفيد إلى بغداد وبعدين إلى البصرة ويصير وفيد فني كبير ويصير تكامل الاقتصادي بين المشروعين يعني مشروع الفاول كبير يكمل مشروع مبارك الكبير ومشروع مبارك الكبير يكمل مشروع الفاول كبير ويصير الثنينات اللي يصير مشروعين متكاملين الفائدة سترجع لمن ترجع لدولة الكويت وأهلها ويرجع لشعبنا العراقي وجمهورية العراق هيك لازم نفكر إلى الأمام